فرار الأبرار وفرار الفجار أما فرار الأبرار فهو ما دندنتم حوله من خلال قوله تعالى ففروا إلى الله فالأبرار يفرون إلى الله يفرون إلى الله بهذه الأنواع من الفرار فرار من الشرك إلى التوحيد فرار من الشك إلى اليقين فرار من الظلمات إلى النور فرار من البدعة إلى السنة فرار من المعصية إلى الطاعة فكل هذا داخل في فرار الأبرار أما فرار الفجار فعكسه فإنهم يفرون من الطاعة إلى المعصية كما ذكر الله تعالى في حال المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كوسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل فيتثاقلون تثاقلون حينما يقومون إلى عبادة الله بينما تجدهم حينما تعرض عليهم المعاصي يفرون إليها فرارا ويسارعون إليها إسراعا بل وينفقون عليها الأموال الطائلة إذا قلت له مثلا نريد أن نبني مسجدا نريد أن نأوي طالب علم نريد أن نبني مدرسة قرآنية ربما ينفق عشر الدراهم خمسين درهما وإذا قلت له هناك عرس كذا فينفق بالملايين ربما في القاعات بالملايين فيفر من الطاعة التي يحتاج حسناتها يوم القيامة إلى المعصية التي والعياذ بالله قد تأول به إلى عقاب ربه سبحانه وتعالى وكما ذكرتم هذه الثلاثة ربما أذكر ثلاثا أيضا فيما يتعلق بكيفية الفرار إلى الله كيفية الإرار وما هي ماذا يحتاج هذا الفار إلى الله أولا الفار إلى الله يحتاج إلى القوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة فهذا الذي يريد أن يطيع الله يحتاج إلى قوة قوة في القلب وقوة في البدن ليحفظ كتاب الله ليؤدي صلوات الخمس في المسجد ليجاهد في سبيل الله بجميع أنواع الجهاد ليقوم بجميع أنواع الطاعة فيحتاج إلى قوة كما يحتاج هذا الفار إلى الله سبحانه وتعالى إلى المبادرة والمسارعة فأمثال هذه الآية ففروا إلى الله تفيد المسارعة ومنها سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض سابقوا إذن تفيد المسارعة والمسابقة وعدم التسويف لأن الشيطان يعلم أن مسارعتك إلى عبادة ربك تقفل عليه الطريق فلذلك يحاول أن يثبتك يعني أن يثبتك عن الطاعة كلما تأخرت عن الطاعة وسوفت فتسويفك اليوم سيزداد غدا وهذا التسويف سيزداد بعد غد وربما يأتي إلى الترك وهذا هو غاية إبليس فلذلك أمرنا ربنا عز وجل بالمسارعة والمبادرة إليه سبحانه وتعالى وكما ختمتم بالثالثة أختم بها بنفس المعنى وهي معرفة المآل فهذا التلميذ الذي يقرأ ويدرس عند الأستاذ مبارك مبروك فإنه يعلم النتيجة يعلم أنه سيحصل على 19.75 فذلك يبادر إلى الحفظ يسارع إلى المذاكرة يسارع إلى حفظ دروس لأنه يعرف النتيجة التي سيصير إليها فأنت بمعرفتك هذه النتيجة جنة عرضها السماوات والأرض وذلك ربنا عز وجل حينما يدعونا إلى الفرار يبين لنا مآل هذا الفرار الهدف معرفة معرفة الهدف تجعلك تفر وتجاهد وتشمر ولا تسوف فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفارين إليه والمقبلين على طاعته سبحانه وتعالى مرحب الله فيك شكرا الله خيرا